السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين ربا يحييكم من جديد في هذا الدرس سوف أشرح عن Abstract Class Abstract Class هو الكلاس الذي لا يمكن يقف لي وحده Quick Class يجب أن يكون هناك من يدعمه يجب أن يورث يعني لا تستطيع أن تعمل Instance من كلاس نوعه Abstract يجب أن تورثه متى نستخدم Abstract Class إذا كانت لدينا معلومات مهمة ونريد أن يجب أن تورث حتى تستخدم لا يمكن وصولها بشكل مباشر فنستخدم Abstract Class لو كان لدي عسل مثلا هذا Student Class فيه FirstName وLastName فيه مثل تعيد لي اسمه الكامل وكانت لدي معلومات Credit Card الخاصة بال Student اللي هي Credit Card ID Data Expiration الكود إذاً هاي المعلومات يجب أن تكون مهمة لا يمكن وصولها مباشرة يجب عن طريق الوراثة إذاك يجب أن نعملها Abstract إذاك كلها لدينا فعالة Add New Class ونسمي Created Card وماذا يتفاهي تلقي Create Card ثلاثة information مثال String نوع Card ID و Date من نوع عسل مثال Date Expiration ولهو مو Date أصلاً عبارة عن String لأنه عبارة عن أربع أرقام و Code هم أيضاً من نوع String ثلاثة معلومات موجودة في Credit Card انظر هذا الكلاس حتى نحوله إلى Abstract فقط نقل له نضيفه Abstract Class إذن كلمة Abstract يعني هذا الكلاس لا يمكن عمل Instance من عنده يجب أن يورث حتى يستخدم إذن لو ذهبت البرنامج الرئيسي ورد أن تعمل Instance من هذا الكلاس لا تستطيع أن تعمل لا تستطيع أن تكتب MyCredit يساوي إنا MyCredit لا تمكن لا يمكنك لماذا؟ لأنه هذا الكلاس من نوع إيش؟ من نوع Abstract إذنك يجب أن تعمل Implement لو جئنا في Student ورثه Extend بهذا الشكل يرث كلاس Credit Card الآن الآن جئت عملت New Instance من Student هنا بهذا الشكل وقلت MyS . أكيد Credit Card ID ممكن أن أصلي ونقص الحالة MyS . كلدات الكود و MyS . بهذا الشكل إذن انظر كيف وصلنا لهذه البيانات لكن لم تستطيع العمل وصولها بشكل مباشر هذي ببساطة Abstract Class موسيقى موسيقى صفحة موسيقى